حامل لكم النهاردة ترايفل الفواكه والشوكولاتة والكاسترد مقدرنا عبارة عن اتنين سامرة مانجا اتنين اناناس رومان مفروط عندنا اربع معالق كبار لوز شرايح متحمص نص معلقة كبيرة سكر ماتين وخمسين جرام كيكة فواكه مسكرة ماتين وخمسين ميلي كاسترد مية وعشرين جرام مربة كريز عصير بورتقان يعني تقريبا كوباية او كوبتين عصير بورتقان بشر كلمانتينة ماتين وثلاثين ميلي كريمة حلويات او كريمة مخفوكة وعندي شوكولاتة كمان غمقة هنبشرها مع بعض طيب تعالوا اول حاجة الحلو ده طبعا سهل وسريع جدا كل احنا محتاجين نعمله ان احنا هنخط الطبقات على بعض فاول حاجة هنعملها انا طبعا كنت مجهزة الكريمة جاهزة والكاسترد بتاعنا جاهز هنجيب طبق التقديم وهبتدي اقطع الكيكة نحطها اول طبقة تحت عايزة اقطع الاول حتك من الكيكة واحد دلها كده سوس او عصير بورتقان اشربها بيه اول طبقة هحط عليها شوية قصير بورتقان عشان هتتشربها على طول وهتدي طعمة حلوة قوي فيها وبعدين هحط فوقهم طبقة من الكاسترد اللي انا عملاه الكاسترد طبعا لازم يكون برد عشان يكون يتقل معنا ويدي قوائم حلو هحط طبقة الكاسترد افردها وبعدين هجيب الفاكهة اللي انا جايباها هنخلطهم الاول على بعض هنخط الانانيز هنخط المنجا الرومان وهحط عليهم كمان بشر الكلمانتينة وهزودهم بعصير البرتقان عشان يتبالوا شوية ويديوا طعمة أخلب كتير هقلب عصير البرتقان مع الفاكهة هنخط بقى دلوقتي كمان طبقة من الفاكهة اللي احنا وضبناها مع بعض دلوقتي وبعدين هنرجع تاني نعيد نفس الخطوات هنعطى على الاول الكاكهة وبعدين برضو نفس القصة هنسأسها بعصير وبرتقان هنخط بقى دلوقتي وطابع دلوقتي تلقى سترد هحط بعد كده بقيت الفاكهة بتاعتنا هنحط دلوقتي المربة بتاعتنا شوية منها الاول وهحط بعد كده شوية تاني على وش فوق الكريمة طبعا نقدر نحط اي انواع فاكهة نحبها نقدر نحط اي انواع مربة نحبها هحط الكريمة وهحط على وشها بقيت المربة واللوز اللي احنا محمصينه واخر حاجة حطاها هي الشوكولاتة الغمقة تعالوا بس ان نعمل لها شرايح مع بعض الوش وكده ترايفت بتاعنا كمان يكون جاهز اشتركوا في القناة التقويات واقعات اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة